افتتح جامع الحاكم بأمر الله بعد ترميمه وتطويره وذلك في إطار خطة للقضاء على التشوه العمراني يعد جامع الحاكم بأمر الله رابع أقدم المساجد الجامع الباقية بمصر وثاني أكبر جوامع قاهرة تساعا بعد جامع أحمد بن طولون تنفيذا لتوجهات الدولة بتطوير منطقة القاهرة التاريخية تم افتتاح جامع الحاكم بأمر الله بعد ترميمه وتطويره وذلك في إطار خطة للقضاء على التشوه العمراني وتشمل مناطق باب زويلة وحارة الروم ودرب اللبانة والفستاط ومسجد الحسين والأزهر إلى جانب تنفيذ تطوير كامل لشبكات المرافق بها مجموعة الأزهار التي تتبع القاهرة التاريخية لها أولوية كبيرة في أعمال الترميم الحالية وبالتالي فإن النتاج اللي بيزهر من الأعمال الترميم دي بيضيف إضافة جديدة للقاهرة التاريخية بيبدأ الصورة اللي احنا بنهدف إلى أنها تكون القاهرة التاريخية فيها النهاردة بنجني سامرة الحفاظ على الأثر العناصر الزخرفية والمعمرية كلها تم ترميمها بشكل يليق بالمكان الأثر بيحتوي على عناصر الزخرفية وعناصر معمرية فريدة منها يعني عندي مثلا بداية المدخل البارز اللي هو بيمثل أول مدخل بارز في العمارة الإسلامية الشرائط الكتابية اللي موجودة في الجامع والخط الجميل اللي مكتوب بيها يعد جامع الحاكم بأمر الله رابع أقدم المساجد الجامعة الباقية بمصر وثاني أكبر جوامع القاهرة تساعا بعد جامع أحمد بن طلون زي ما حاج شايفة ورايل دعامات حجمها كبير جدا فعشان نعالج الشروخ اللي فيها وبعد كده ما يوجهنش نفس المشكلة دي فاحنا عملنا طبعا دراسات وجربنا مواد وحاجات كتير قوي عشان نوصل طبعا لنتيجة تبقى مرضية بدأنا الشغل فعلي طبعا فبراير 2017 لحد فبراير 22 الجامعة طبعا من الجامعة الفاطمازة بنقول أن هو أهم يميزه المدخل البارز التسكاري البارز على الجانبين الواجهة بيكون عندنا المقازن بتاعته من قد من المقازن الموجودة في مصر بنخش التصميم بتاعه عبرها عن سحنة أوسط مكشور السماية يحب بأربع أرواق أكبرها وأعظمها الرواق اللي احنا موجودين فيه اللي هو الرواق الإبلة اللي فيه المحراب بتاعنا الرئيسي المحراب طبعا والجامعة كله حصل فيه تهدمات سنة 703 هجرية أيام من مصر محمد بن ألون حصل زلزال ضخم جدا في مدينة الكاهرة ضيع معالم معالم الجامعة وتهدمت في أثار كتير جهود متواصلة لأجهزة الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمري والعمراني في هذه المنطقة